موسيقى وبنرجع نستكمل حلقتنا معاكو علشان نبقى التسلسل يبقى مظبوط احنا اتكلمنا في اول فقرة عن سرطان السدي وما يصب بسرطان السدي هم السيدات وسيدات لهم اسرة متجوزة مخلفة عندها اطفال زغيرين بتصب المرض طفل زغير ممكن يبقى عنده سنتين ممكن يبقى عنده تلاتة ممكن يبقى عنده اربعة بيلاقي والدته في حالة هو مش فاهمها عيانة تعبانة شكل بيتغير شعرها بيقع بتخش مستشفيات بتعمل عمليات تعبانة كل ده بيحصل لطفل قداما او اطفال او عادة اطفال ايا كان ومش فاهمين ده ايه ممكن يصبهم ايه وعشان كده هنتكلم في فقرتنا مع دكتور علي بهناسي ماجستير الطب النفسي وطب نفس الاطفال بجامعة هانشمس اهلا بحضرتك معنا وانا يعني قلت لحضرتك قبل اللي قلت لك ياريت نكمل وتبقى عشان نبقى التسلسل حلو بحيث ان تبقى وجبة كاملة دسمة يعني للمعلومات وطبعا الموضوع ده يعني انا سعيد جدا احنا اطرحنا للنقاش وتأثير الامة او الطفلة او عايزين نتفع ان الامة ديت العمود الرئيسي في تكوين الاسرة صحيح بجوار الاب وبقية الاسرة وبقية المجتمع الاسرة مجتمع صغير جدا بيأثر على المجتمع الاكبر منه شوية في المدرسة بيأثر على المجتمع الاكبر منه شوية في المجتمع اللي احنا عاشين كلنا فيه مع كمية الانتقادات اللي احنا موجودين فيها حاليا بيلاقي ان الاسرة هي الاساس في تكوين مجتمع صالح وجود الام ده عمود اساسي قوي جدا في تكوين هذا المجتمع الصالح وجود أي مرض بالنسبة للأم بيأثر طبعا على عملها على وظيفتها على شكلها على حالتها النفسية وده مهم جدا 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 في دراسات كتيرة جدا اتنشرت بالنسبة للسرطان السادي بيبقى الأم بتصاب بالدبريشن أو بالاكتئاب بعدين بفترة طبعا زي ما حدرتك قلتي بتقع بيقع شعرها بكفاءتها الاجتماعية بتقل الكلام من ده كله الطفل طبعا بيبقى عنصر أساسي موجود داخل المجتمع الزغير اللي هو الأسرة بيتأثر وراصد طبعا راصد لكل ده بس انا مش عارف يعبر لازم احنا نكون الأم والأب وبقية المجتمع الزغير دوت في الأسرة نكون ملاحظين الطفل كويس قوي الطفل بيمر بمراحل نمو نفسية مهمة جدا بمعنى انه في أول سنة الطفل في النمو النفس الاجتماعي بالنسبة له بيمر بمرحلة مختلفة جدا اسمها trust versus mistrust بمعنى الثقة أو عدم الثقة الطفل في السنة الأولى من عمره لو لقى الرضاعة كويسة اللي هو ينام كويس يأكل كويس يشرب كويس مش بيعيط الناس مهتمية به ده بيولد عنده إحساس بالثقة في الأم وبالتالي في المجتمع الزغير بتاعه بالتالي في المجتمع الكبير غير الطفل اللي عنده سنتين غير الطفل اللي عنده تلاتة اللي عنده أربع بيبدأ الطفل ينمو نموه نفسي سليم لازم احنا ناخد بالنا من النموه ده بصورة واضحة جدا إصابة الأم بمرض ده بيبقى عندنا حاجة من اتنين يقام فيه انفصال مؤقت يقام انفصال دائم من الأم والطفل الانفصال مؤقت ده في حالة دخولها مستشفى قعدة شهر قعدة شهرين قعدة أسبوع قعدة أسبوعين أو الانفصال الدائم لقدر الله لو فيه حالة وفاة بالنسبة للانفصال المؤقت الطفل بيقدر يتعامل معاه بسهولة جدا وبيوسر جدا كل اللي احنا محتاجينه شوية السابورت بس أو المسندة بالنسبة للطفل إن ماما كويسة وماما راجع وما فيش فيها مشكلة ونروح عندها ويجي عندها طب شوافانه لشكل الأم هو أصل الطفل إحنا لو نتذكر وإحنا أطفال كنا بنلتقط الصور إزاي كنا حلناها بس هو الواحد بينسى الطفل بيستقبل شكل الأم اللي بتعاني من هذا المرض وهي بتتعالج التغيرات اللي بتحصل في شكلها إن هو يسمعها بتقهقها بتصوت في حاجة وجعاها متقلمة ده بيعمل إيه جواه تماما هو يعني قبل ما نتكلم في النقطة دي لازم نعرف بس نقطة مهمة جدا إيه هو إيه هو دور الأم بالنسبة للطفل تماما دور الأم حاجتين ماذر فجر وماذر رول اللي هو شكل الأم إزاي ودور الأم إزاي بمعنى إن الطفل أنا عايز أم عشان نروح في المدرسة أقول إن أنا عندي ماما زي بقية الأطفال وأنا عايز دور الأم اللي هي تراعيني تشوفي اهتماماتي إيه تلبي لي رغباتي تلبي لي تلبي لي الاحتياجات بتاعتي أي دفكت في العنصرين دول ده بيأسر على نفسية الطفل بشكل واضح جدا في المستقبل في مرحلات المراحقة وفي مرحلات البلوغ شكل الأم هو بالنسبة له لا يعني إن شعرها بيقع ولا يعني إن إن هي ده بيزيد عطفه كمان نحيتها نحية التعطف دي عامل زي طريق ريح جاي على قد ما الأم هتديله على قد ما هي هتاخد منه أنا دايما بقول إن الطفل ده أكبر مشروع في حياة الأم صحيح المشروع ده بتفضل تدي فيه طول حياتها علشان تكسب منه كتير جدا بعد كده لو عطيته حنية هيبقى في حنية عطيته علم وميند يعني بلت هز ميند صحيح هتجني كل هذا بالزبط إنها بالنسبة للظواهر الخارجية والكلام ده ده بالنسبة للطفل ما بيحسش بألم نفسي لما يحس إن مامته متألمة هو بيحس بألم نفسي جدا أنا عايز أوصل بس الحتة دي عشان أعرف الواحد يعالجها إزاي بالزبط هو بيحس بألم نفسي جدا لكن الألم النفسي اللي ناتج عنده بسبب السيكوريتي هل اللي هو الأمان بالنسبة له هو طبعا الأم دي مصدر الأمان بالنسبة للطفل لو هو شاف إن الأمان في الأم ده بدأ يتهز أو بدأ هو يبقى إنسيكيور هو مش مش آمن على نفسه وعلى صحته وعلى رغباته وعلى كده ده بيبدأ يولد عنده نوع من أنواع التوتر صح التوتر بيبان في الأطفال في كذا صورة في صورة عنف أرقاض الضوافر تبول إرادة بالليل أحلام مزعجة جدا 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 تمام عصبية عصبية زيادة خناقات عنف الكلام ده وفعلا التوتر عند الأطفال ده انتشر كتير جدا 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 ده في حالة إن الأم بدأت صورة السيكوريتي عندها تتهزي بالنسبة للطفال يعني إحنا لازم ننصح مثلا الأم في حالة لقدر الله إصابتها بمرض أيا كان هذا المرض إنه لازم تبقى باينة قوية سيكيور عشان تديله الأمان ما هو أصل الأب والأم الحيطان بالذبط طبعا يعني بصعيح هي السيكيوريتي ده ده اللي بيفضل يدور عليها الطفل طول مراحل نمو سيكيوريتي أنا عايز أبقى سيكيور من سنة في إيجوب فانير في أول سنة في العمر عايز أبقى حاسس أن أنا آمن في سن سنتين أو ثلاثة أو أربعة أو خمسة لو سن بقى البحث ويفضل يلعف في شدة الكهرباء يلعف مش عارف إيه يكسر إيه يشد إيه من على الترابيزة فيقعي يكسر لو أنا عنفته على السلوكيات ديت أنا بكسر عنده إحساس الأمان لا دا أنا كل اللي أنا هعمله دا يعني برضو من الحاجات اللي مهمة جدا للي بتقلل مرض التوتر عند الأطفال بيلعف شدة الكهرباء معظم الناس تعمل ايه تعاليا هادا تتكهرب ويدربوه ومش علش عالف ايه ومتعملش كده تاني وكده ما ينفعش وكده غلط هو مش فاهم يعني руд فا هو صح مش فاهم يعني إنه هي تكهرب مش فاهم إنه داaffle حوى لا حاجه فاليحية إيه فعلت ومحطش إيده التأمي بالظبط هي بالظبط يعني فعلا ده صح جدا جدا بس مش هسيبه الكهرباء طبعا لا طبعا بس يعني كنت عارفة انه هو بس هو اتلا ساعة طبعا هو أنا بعمل حاجة اسمها يعني بشد انتباهه لحاجة تانية أول ما ألاقيه رايح عند الكهرباء بدأ يستكشف فيها يحطه مصمار يحطه إيدي يحط حاجة معدنية أبدأ ألعبه أجيبه نحيتي خلاص الطفل بينتقل من رغبة إلى رغبة باستكمال الرغبة السابقة بمعنى إيه إن أنا مش هقدر أحسن عالم في العالم غير لما أعمل طيارة ورق وانا صغير وطيارها صحيح الرغبات بتنتقل من مرحلة لمرحلة أنا مرحلة دلوقتي إن أنا استكشف اللي حواليها لو معرفتش استكشف ده هتفضل متعلقة جوايا أنا عايز أستكشف اللي حواليها طول الوقت لو أنا مليت له الرغبة دي في خمس دقايق خلاص هيتنقل لرغبة تانية هيتنقل لرغبة تالتة لغاية ما الرغبات عنده تبقى ماتيور إن هو تبقى نادجة بالزبط أول ما الرغبات عنده تبقى نادجة يبقى أنا فعلا كده بنات إنسان سليم الأم تمثل للطفل الحنان ومصدر العطاء المستمر اللي هو بتدي طب الأب بيبقى إيه بالنسبة للطفل وبذات في السنين الأولى من أول سنة لسنة لغاية خمس ست سنين طفل زاكي جدا أسكا ما إحنا مما نتخيل المخ بتاع الطفل فيه ستة بليون خليه عصبية الطفل هو الشعب مثلا بالزبط الطفل المخ بتاعه فيه ستة بليون خليه عصبية الأدلت بيرسون الإنسان الكبير فيه واحد بليون بس خليه عصبية طب إزاي دكتور يعني إزاي الطفل يبقى أسكا مني طب ما أنا بعرف أعمل كل حاجة ومش بقى في أعمل أي حاجة هو إحنا بنعرف نعمل بالخبرة بالإكسبيلينس سعيد إحنا فتحنا الباب مئة ألف مرة هو لسه أول مرة بيجرى بيفتح الباب وبيفتحه وبيفتحه بالزبط أنا لو فالطفل زاكي جدا وبيعرف إزاي يتعامل مع مامته هو اللي بيبقى حاصل هو اللي فاهمه هو اللي فاهمه كويس قوي بيعرف إزاي يجيب اللي هو عايزه وبيعرف إزاي يضايقها وبيعرف إزاي ياخد الرغبات بتاعته منها يعرف إزاي يفراحها ويعرف إزاي يزعلها هو الطفل بيقى فاهم الأم كويس جدا 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 فعلشان ما يحصلش ودي خطر جدا بقى ما يحصلش منيبيوليشن أو ما يحصلش تلاعب من الطفل ما بين الأب والأم ودي بتحصل كتير جدا في أسر كتير جدا بتطلع إنسان متلاعب بالضبط إن هما لازم تبقى قاراتهم واحدة ما ينفعش مثلا وده أكتر حد بيعني منه أساسا أطفال اللي أبوهم ومهم مفصلين لأنه ده بيلعب على دم بعيد وده مش متشافة قدامهم والنقطة اللي حضرتك ترحتيها اللي هي نقطة الحنان والعطاء لازم كل حاجة تبقى بمعنى يعني هنضرب مثال بسيط خالص الفرق ما بيني السواب والرشوة أو المكافأة والرشوة معظم الناس بتقول أنا اعمل الواجب هودك النادي اعمل الواجب هجيبلك شوكولاتة اعمل الواجب هخليك تلعب على الكمبيوتر اعمل الواجب هخليك مش عارف أو اعمل كذا هخليك كذا دي رشوة دي رشوة أنا هاجل حضرتك اعملي كذا وهديكي كذا دي رشوة المكافأة لازم تكون مفاجأة مرتبطة بالفعل ما نكونش متفقين عليها قبل كذا طب ده هيفرق ايه عنده طب ما هو الأم في الآخر عايز يتريح دمخها أنا قلت له اعمل واجب وخليك تلعب على الكمبيوتر اول حياة أنا بجيب له الحاجة قبل ما أطلب منه يعني يقوله خد ده بس والنبي بقى عملي كذا يعني شوف كمان دلوقتي أنا مش بكلم عليها أنا بكلم على أمهات كتير جدا جدا ده حقيقة انت بقيت تلبي الطلب قبل ما تطلب اللي انت عايزه بالضبط مشكلة الموضوع ده ايه ان ده يعني ده ديله هيخلص خلص أنا عملت الواجب النهاردة وأخدت الشوكولاتة بتاعت النهاردة بكرة تعالي نتفق بقى يعني اه تعالي نتفق لا الشوكولاتة لا مش عايز شوكولاتة عايز كذا عايز كذا الرغبات بتاعته بتكبر طلباته بتزيد بقت مرتبطة بالديل اللي احنا بنعمله او بالاتفاق اللي احنا بنتفق عليه تمام علشان اعمل سواب او مكافئة للطفل لازم اختار سلوك هو مش واخد باله منه ابدأ اكافؤ عليه السلوك ده بينمو دايما نخلي الطفل في حالة ترقب هو انا المكافئة النهاردة هتجيلي منين هتجيلي من عمال الواجب ولا انا اتعاملت مع اخيه كويس ولا انا ما عادتش فترة كبيرة على الكمبيوتر او على قدام التلفزيون او انا يعني هو انا دايما مترقب ماما انا عملت كذا برافو عليك شاطر قوي دي مكافئة اجتماعية اختار مكافئة روح جاي عطهاله لازم يكون بيحبها في ناس بتقول طيب انا كده كده خارجي النهاردة فاخده معايا فدي لا دي مش مكافئة لازم المكافئة يكون حاجة هو بيحبها وتكون فجاءة مفاجئة وتكون مرتبطة بالسلوك اللي هو في نفس الوقت ما جيش مثلا من خمسة ايام اقول له انت عملت كذا كويس من خمسة ايام عشان كذا جبتلك كذا لا طبعا دي مش ينفع وده يخلينا برضو نتكلم على الفرق ما بين العقاب والعذاب او التعذيب ده حقيقي وده نقطة مهمة جدا كتيرة جدا بمناسبة العقاب هل المفروض انه الطرفين الاب والام عندهم هما اللي بقى عقاب صدر منهم مش اللي اتنين فوقت واحد قصدي يعني ممكن الاب بيعاقب والام تعاقب ولا العقاب يبقى عشماوي يبقى واحد في البيت بس هو اللي بيعاقب احنا عايزين نغير بقى الفكرة دي تماما عايزين نغير فكرة عشماوي فعلا دي تماما ما نقول لك الحق والله يا دكسف انا بحكيلك بجد ده بيحصل في 99 و10 في كل البيوت المصرية ده حقي العقاب بيتم ازاي انت عملت كذا طيب انا عقبك كذا يلا بقى روح بقى ادخل جوا اعمل مش عارف ايه الطفل بيستقبل موضوع ده بشماتة وظلم فزيع جدا 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 أنتو شمتنين فيها ليه كده أنتو بتعذبوني ليه هو مش متخيل أنه عمل كذا غلط عشان كده ماما زعلت أوي كده ما بيدركوش ده لا خالص خالص والله أنت عارف حضرتك الطفل بيستقبل الضرب إيه غباوة مثلا ما إزاي ما حاجت بتقولي أن أم أسكية جدا طيب إزاي هو مش فاهم ورابط أنه دعا قب بسبب أن أنت أهرتيني في كذا أن أنت ما ردت علي بالطريقة الفلانية إزاي دكتور اللي حضرتك بتقولي ده محتاج حاجة اسمها اللي هو أن أنا أقدر أفهم ما بين السطور اللي هو أن أنا أقدر أفهم ما بين السطور دي دي حاجة محتاجة سن الطفل يكون أو بتمه في المخ بتاع الطفل عندي سن 11 سنة قبل سن 11 سنة أنا ما أقدرش أفهم ما بين السطور أنا بيبقى التفكير بتاعه حاجة اسمها أو اللي هو الشكل الهرمي أو البنائي للتفكير بمعنى ايه ام بتضرب طفل عنده سنتين ثلاثة أربعة خمسة ستة الطفل بيستقبل الدرب ده ان ماما اقوى مني فبالتالي بتضربني عشان انا ضعيف وانس ان انا هبقى اقوى منها يا مش هتقدر تضربني وده خطر تمام هو بيستقبل الدرب ده مش عشان انا غلط لا عشان ماما اقوى مني او عشان بابا اقوى مني اول انا ما هبقى قوي احنا اقوى بالزبط مش هتقدر تضربيني مش هتقدر تفتريدي رأيك عليا زي الاول وده بنشوف بقى العنف الاسر اللي بيحصل كتير جدا 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 وبقى منتشر بصورة مقلقة فعلا في المجتمع المصري لازم يبقى زي ما قولوا ايه القوة احكى قصدك عشان نقدر نفهم الجمهور اكتر القوة اصدى حضرتك ان هي تبقى فزعلي منه بالزبط ان انا ابقى كده هان عليك ان انا ازعل كده فصورة تطبيق العقاب ازاي اطبق عقاب يكون مريح لنفسية الطفل ونوصله الهدف بتاعه ايه الهدف من العقاب اطبق المريح لنفسيات الطفل يا دكتور وانا تبقى نفسياتي تعبانه يعني انا ريحه وانا تعبانه ازاي اقول حضرتك الطفل اول حاجه ما ينفعش عقب اي انسان من غير ما يبقى عارف هو ايه العقاب بتاعه تمام مبدئيا يبقى لازم يكون متفقين على العقاب مينفعش حد يمشي في الشارع تعالى انت هتدفع غرامة كذا ليه علشان انت يمشي مثلا في ايه ايه حاجه انا طب انا مش عارف انا احس بك احس بظلم جامد جدا طب انا مش عارف الطفل لازم يكون متفقين بقى طب تعالى انت دلوقتي بتعمل كذا وكذا وكذا انت شايف الحاجات دي صح اوالله غلط لا غلط يا ماما اوكي طيب اللي بيعمل حاجات الغلط دي بيبقى ايه؟ بيبقى وحش يا ماما الطفل زجي جدا تمام طيب اللي يعمل كذا نعمل ايه؟ خلاص يا ماما اللي يعمل كذا نخصم له من مصروفه يوم نخصم له نصه مصروفه لمدة يومين ما نتفرجش على التلفزيون لمدة ساعتين ما قادش على الكمبيوتر لمدة يومين هو اللي يحط العقاب بتاعه؟ نتناقش فيه نتناقش في العقاب خلاص هو الطفل دلوقتي يبقى عارف ان انا لو عملت واحد اثنين ثلاثة العقاب بتاعها يبقى واحد اثنين ثلاثة تمام ودي نقطة مهمة جدا صح تاني نقطة المشاعر بقى ودي نقطة مهمة يعني قوي 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 اللي بيحصل اتفقنا وخلاص عمل كذا تعال بقى ده انا مستنياك من الصبح تعمل كذا تعال تعال من التلكيك بالضبط اه تلكيك لا وغير التلكيك الشماتة بقى حرج بتكلمني على اثنين بيكرهوا بعض يعني الشماتة ايه؟ هي الامة هتشمت في ابنها في ايد هين عليها الام انه يبقى احسن واحد في دينة انا مش بتكلم على الام انا بتكلم على استقبال الطفل للاحداث ديت ايه؟ هوا بيفتكرها شماتة؟ ايما انت فرحانة فيه هوت يا ماما انت اه اه انت فرحانة فيه انت جاية تقوليلي تعال بقى انت عملت كذا غيرت وحنا متفقنا مبارح تعال بقى وخش القوضة وما تطلعش من القوضة بتاعتك لمدة ساعتين تعال انت اخوت تاني تعال انت بقى قعد تفرج يلا خش بقى قوتك ده اللي بيحصل ده اللي بيحصل صح صح ده اللي بيحصل الطفل بيستقبل شماتة ايه؟ اه اه؟ فالواحد ولا هو هنا مش فاخد باله خالص اه 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 تمام؟ لازم اشاركوا مشاعر الحزن بتاعته هو حزين هو معاقب اه لازم اشاركوا مشاعر الحزن بما انا مثلا هضرة بمثال بسيط خالص اه انا مت لي حد اوكي؟ في واحد ييجي يقول لي ما شو ع Поهل الباقي وبتاع ويهزر اوه مش خويس تمام؟ واحد يجي يعزيني البقاء لله ويمشي واحد ثالث يجي يقف جنبي في العزة ويأخذ معي العزة ويستنى للآخر طب أي أوامر طب مش عارف إيه ده شاركني مشاعر الحزن أنا عايز الأم تشارك الطفل بتاعها مشاعر الحزن بتاع العقاب ما عليش والمرة الجاية هتبقى أحسن بس يعني الغلط ده ممكن أنا عارف إنه ما كانش أصدق لكن إنت عارف الغلط ده لازم يبقى العقاب بتاعه كذا هنطبقه يعني أحسسه إن أنا حزينة على السلوك اللي تعمل يا دكتر حضرتك بتكلمني عن المدينة الفاضل خالص بس عايز أقول حضرتك حاجة لا شك لا شك إن من يستطيع أن يتمالك عصابه وأنه هو فعلا بالورقة أو بالألم ما تقوله هو الصح وما تقوله هو اللي يدي نتائج سليمة لنفسها سليمة لطفل لكل حاجة لمجتمع سليم لمجتمع سليم ده صحيح يعني فعلا لو مثلا أنا بعاقب ابني مثلا ودخلت أنا خش أتعاقب معي لي يا دكتر لا 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 هو يعد في القوضة ويتعاقب يعني عمر ما الواحد يفكر أن هو يواسي المتعاقب ليه مع أنه ده بيحصل بيننا كلنا وعلى فكرة الوقت اللي هاخده وأنا بواسيه أقل كتير جدا 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 بالوقت اللي هاخده وأنا شمتان فيه وأنا شمتان فيه وهو هيقعد يكسر طب أنا مش داخل القوضة طب هدي الباب هو ويقعد إنه بلونا وسيته في الحزن بتاعه هيشلهالي جميلة بجد ده حقيقي صحيح يا دكتر طب وقع يعني طب ويني وسيني في اللي هو عمله فيه أنا كأم بقى ما هو أنت صاحبة المشروع آه صحيح أنت كأم صاحبة المشروع أنت لازم يعني نصرف عليه وقت وجهد وهدوء كده وصبر آه بالضبط أنا لسه ابني في المشروع احنا بنجيبهم مش عشان نعذبهم احنا جايبينهم عشان نخليلهم الحياة هيعود علي بعد كده بالاهتمام والخنية والفلوس والأموال هيعود علي بكل حاجة بعد كده ده لو ده لو لو فيقن لنا ربنا ي لو احنا فيقلهم الأول آه ما احنا ورانا حاجة غيرهم صحيح يعني الأب والأم دي نعمة من عند ربنا بيديها للواحد بس المهم تعرف دي شئلة دكتر يا الكلام حلو قوي ولازم له عشرين قاعدة بصراحة فعلا يا دكتر وعايزين نمسك كده سن المراهقة كمان بريت وده سن مهم جدا جدا يعني نستمر في دكتر علي مرسي جدا جدا عبا جوت حضرك معنا بنشكرك جدا وان شاء الله نكمل في حلقة قادمة شاء الله وبشكر جمهورنا اللي تابعنا النهاردة واتمنى ان الحلقة تكون نالي تستحسنكم وانتظرونا غدا في نفس المعادن شاء الله وكلينيك لايب باي باي